موسيقى القهوة إذا كنت من المدوينين عليها أراك فهمت هذه الرشفة وماذا تعني؟ طيّر الدوخة تمدلك الينيرجي وتخليك تكونسنتري وبلابها ما تقدرش جوز نهارك كي تفطر لازم تحضر والصحور ما يكونش بلابها أراكوا فهمت السيجوية اليوم مرحبا بكم في دياغنوستيك على قناتكم جيديزة الإلكترونية كيشفنا الاختلاف بزاف آراء الناس على القهوة حبينا نهضروا في هذا الموضوع ونفصلوا فيه نشوفوا آخر البحث واش تقولوا أسكو الأطباء ينصحوا بشرب القهوة ولا ما ينصحوش به حتى العام 2012 كان إنقسام كبير بين الناس لتأيد وللتعارض شرب القهوة حتى جت أكبر دراسة من كوريا وفصلت في هذا الموضوع اللي قامت بتحليل 21 من أكبر البحث في العالم حول أثار القهوة على جسم الإنسان هذه الدراسة خلصت لنتيجة تقول أنه شرب القهوة من 3-4 كيسان في النهار رح يحميك من جلطة دماغية يقل نسبة الوفاة حوالي 25% نفس النتيجة خرجت بها أكبر دراسة في بريطانيا واللي شملت حوالي 470 ألف شخص ليشربوا القهوة بانتظام وش هي فوائد القهوة القهوة مفيدة للصحة أغلب الدراسة تتحدث على أنها تقلل خطر الإصابة بالديابات تيب دو تقلل خطر تعرض النوبات قلبية رح تقلل من الإصابة أمراض القلب والشيرين اليوم الملادي كارديوفاسكولار رح تساعد في تحسين الحالة النفسية على الإنسان رح تقوم بزيادة استحمل عند السبورتيف القهوة حسب الأستراليين تحمي من الزهايمر تقوي الذاكرة وتزيد من نسبة التركيز اللي يشرب القهوة رح أن يعيشه أكثر من الناس الأخرين القهوة تأثر على الجهد وقوى الجسم؟ القهوة وبفضل مادة الكافيين رح تنشط له سيستم نيرفو سونترال بها تقاوم التعب تطلع نسبة التقا في الجسم وهذا بفضل زيادة كميز دوبامين في الجسم والدراسات رح يتحدث على زيادة في 12% من قيمة استحمل عند السبورتيف ما هو تأثير القهوة على القلب؟ كي تشرب القهوة معناها رح تحمي في نفسك بنسبة 21% من الإصابة بالجلطات الدماغية وب 15% من الإصابة بأمراض القلب هذا مقارنة بإنسان ما يشربش القهوة هل هناك علاقة بين القهوة؟ ومرض السكري؟ استهلاك القهوة بانتظام رح يقلل خطر الإصابة بالسكر منوع الثاني بستة في المئة هذا وش خرجت به أكثر من ثلاثين دراسة حول العالم على خطر رح يحفظ البينكرياس انتعنا من تالف ليعتبر مسؤول عن إنتاج الإنسولين وتاني بفضل لي فيه أنتي أكسيدان للقاوة في القهوة كيف هي تأطر القهوة على المخ؟ حداشن دراسة حول العالم شملت 29 ألف شخص خلصت أن القهوة تحمي بشكل كبير من الإصابة أمراض الجهاز العصبي لالزهايمر، باركينسون وحتى الديمونز هل القهوة تساعد في خسارة الوزن؟ كل دراسة هذرت أنه الناس اللي تشرب القهوة تخسر الوزن بسهولة هذا رجع الجوج أسباب الأولى أنه اللي يشربوا القهوة يكونوا أكثر حركية من اللي يشربوش يعني رح يحرقوا الدهون أكثر تاني حاجة أنه القهوة تمنع التخزين تعد دهون في الجسم ما تأثير القهوة على الصحة النفسية؟ الناس اللي تشرب القهوة ليوريسك أنها تدير أين ديبريسيون رح تتقل بنسبة 8% هذا مقارنة من الناس اللي ما يشربوش القهوة القهوة تأثر على الكبد تاعنا؟ واحدة من أقوى وآخر البوحة اللي يوصل لها العلماء تقول أنه شرب القهوة رح يقلل من الإصابة بالكونسير تاع الكبدة ويحمي حتى من الأمراض المزمنة اللي تصيب الكبد رح يقلل من الوفيات اللي متعلقة بهذا النوع من الأمراض وش ما الوقت في النهار نشرب فيه القهوة؟ أفضل وقت اللي تشرب فيه القهوة هو كتن في حلك عليها بالصح يبقى الوقت بين 9 و 10 تاع الصباح من أفضل الأوقات علاه لأنه قبل هاد الوقت الجسم تعنا رح يكون ديجاستيميلي بالكورتيزول لينجو الجسم تعنا يسمى ليفيتاء الكافين ما رح يكون كبير في الصباح بكري هل القهوة عندها أدرار؟ عندنا متن لمشوا عليه في الجزيرة اللي يجاد على حده أنقلب ضده والدراسة تقول بلي لحد اللي ما لازمش انديباسيه هو ست أكواب في النهار لأنه بعدها رح يشكل خطر على القلب ويزيد ضربة نتاعه ويقدر مام يطلع عنا لا تنسيون هل ينصح بشرب القهوة عند المرأة الحامل؟ لا فامونسانت في الغالب رح يكون عندها أنديقو للقهوة يعني ما تحبهاش وما تحبش تشربها بالصح ما فيها حتى مشكلة لشربتها وإشان هي ما تدباسيش كاس ويلزوش في النهار هل ينصح بشرب القهوة عند الأطفال؟ بالنسبة للأطفال صغر ما كانش دراسات بزاف تحدث على تأثير القهوة عندهم بالصح على العموم الإنسان يقدر يبدأ يشرب القهوة فلافانت على دولي سونس تاوي يعني 17-18 سنة بدون مشاكل القهوة والحليب هل صح فيهم درر لو شربتهم مع باط؟ من ناحية الطبية ما فيها حتى مشكلة تشربهم مع بعض يعني قهوة حليب كم يشربهم كامل جزائريين المشكلة أنه الهضم التاعه رح يكون تقيل شوية بهذا النصيح وهذه المعلومات نكونوا كملة مع هذا العزم من دياغنوستيك أو لو يتعنى هي صحتكم تابعونا في قنوة جيديزة الظارة أسفل الشاشة صحاف طوركم صحة صحوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة